ندعو المتسابقة راماتو ديارة من مالي وتقرأ برواية حفص عن عاصم ترجمة نانسي قنقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم إن الله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو وخالق كل شيء فاعبدوه ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا إله إلا هو خالق كل شيء لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه 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 وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءتكم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم قد جاءكم بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بوكيل وما أنا عليكم بحفيظ حسبك السؤال الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاضرب لهم اسمعي السؤال يا رماتو واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا آتت أكلها آتت أكلها آتت أكلها بضم الكاف أكلها أكلها آتت أكلها أيها تمام آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وفجرنا خلالهما نهرا ودخل جنة وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجدت إلى ربي لأجدن خيرا منها موقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربه أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك فعسى ربي أن يؤتيني خيرا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا خيرا من جنتك ويرسل عليها فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حشبانا من السماء فتشبح شعيدا مزلقا حسبك السؤال الثالث قرأي من قول الله عز وجل كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر يا رماتو تشربين ماء ها تشربين تأخذين استراحة تشربين ماء تشربين ماء تقمر بسم الله آهد السؤال الشيخ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم شيحة واحدة انا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقع فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر كذبت ثمود كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واشطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاتوا فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم شيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر إنا أرسلنا عليهم شيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاشبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطَشَطْنَا بَطَشَطْنَا فَتَمَارَوْا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرْ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُّذُرْ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُّذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ حسبك، حسنتي بارك الله فيك